اشتركوا في القناة نسأل المولى تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم حج بيته الحرام في عامه المقبل جميعا كده طيب انتهينا في اللقاء السابق عند قول الناظم أقول لحر والمروءة مروها لإخوته المرآة ذو النوري مكحلة أليس كذلك؟ ثم قال الناظم رحمة الله عليه أخي أيها المجتاز نظم ببابه ينادى عليه كاسد السوق أجملا وهذا من تواضع الإمام رحمة الله عليه ويعتبر هذا مقول القول لأنه هناك يقول إيه؟ أقول إيه؟ أقول لحر أخي أيها المجتاز نظم ببابه ينادى عليه كاسد السوق أجملا أي لما رأيت هذا النظم ملتفة إليه فأجمل أنت أي ائتي بالقول الجميل فاهمين العبارة دي؟ يعني إذا كان هذا النظم لا يلتفت إليه ومحدش كأنه بضاعة كاسدة في السوق أجمل أنت بالإيه؟ بالقول الحسن زين هذه البضاعة أخي أيها المجتاز نظم ببابه ينادى عليه كاسد السوق قال أبو شامة رحمة الله عليه وتواضع في جعله هذا النظم كاسد السوق ولم يكسد ولم يكسد هو كاسدة الشاطبية نظم حرز الأماني كاسد دا انتفعت به جميع الدنيا قال ولم يكسد سوقه ولله الحمد بل نفقت قصيدته نفاقا لم يسبق لغيرها واشتهرت شهرة لم تحصل لغيرها من مصنفات هذا الفن وكان شيخنا أبو الحسن يقصد من؟ يقصد السخاوي أبو شامة يقول ما هو شيخ أبو شامة من شيخه؟ علم الدين السخاوي اللي هو تلميذ الإمام الشاطبي قال وكان شيخنا أبو الحسن رحمه الله قد أخبرنا عنه أنه قال لا يقرأ سبق وقلنا هذا لا يقرأ أحد قصيدتي هذه إلا نفعه الله بها لأنني نظمتها مخلصا لله فيها هكذا قال الرجل عليه رحمة الله يبقى معنى الكلام يقول لهذا الحر الذي يجتاز هذا النصب الذي يقرأ هذا النصب إن كان هذا العمل كاسد فأجمل أنت بما لا يجعله كاسدا خلاص والألف هنا الذي ينادى عليه كاسد السوق أجملا يبقى يجد يعوض عن بدل الدنوين وظن به خيرا ثم قال رحمة الله عليه وظن به خيرا وظن به خيرا وسامح نسيجه بالإغضاء والحسنى وإن كانها الهلاء برضو الكلام لمن لهذا الحر يقول وظن بهذا النصب خيرا وسامح نسيجه شبه هذا العمل بالنسيج بالنسيج النسيج الخرق المهلهل قال وظن به خيرا وسامح نسيجه بالإغضاء والحسنى وإن كانها الهلاء هل هل يعني إيه يعني إيه هل هل التوب الإيه المهلهل قال أبو شامة رحمة الله عليه لما عبر عن النظم بالنسج عبر عن عيبه إيه العبر هو دلوقتي عبر على إيه وإيه وظن به خيرا وسامح نسيجه يبقى الكلام هي عبر عن إيه عبر عن عيبه بما يعيد عيبا في النسيج من الثياب وهو الإيه الشيء المهلهل الخرق خلاص السخيف ليس خيف يعني رقيق خلاص أي أحسن القول في هذا العمل وظن به خيرا وسامح نسيجه بالإغضاء والحسنى وإن كان هل هل أي تجاوز عن كل هذه عبارات تواضع من الإمام الشاطبي رحمة الله عليه في هذا النظر الذي انتفع به كل من هو متخصص في هذا العلم يعني لا نجد عالم من علماء القراءات من بعد عصر الإمام الشاطبي إلا وانتفع بهذه القصيدة ويحفظ هذه القصيدة ونفعه الله بها كما قال الشيخ رحمة الله عليه ثم قال رحمة الله عليه وسلم لإحدى الحسنيين إصابة والأخرى اجتهاد رام صوبا فأمحل إيه هم الحسنيين إصابة إما أن يصيب والأخرى إيه والأخرى اجتهاد اجتهد فإيه فأخطأ رام صوبا يعني قصد مطرا الصوب هنا المقصود به المطر فطرق لم يصبح جد ها وسلم لإحدى الحسنيين الأولى إيه إصابة طيب والأخرى اجتهاد قصد به قصد به النفع فأصبح جد يبقى ما فيش حاجة غير من إيه لإثنين دولة فيه هنا عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من طلب علما فأدركه كان له كفلاني من الأجر وإن لم يدرك كان له كفل من الأجر حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا البيت يعتبر في هذا في هذا المعنى في معنى هذا الحديث إن أصبت إن أصبت في هذا الاجتهاد فليك إيه طيب وإن لم تصب خلص له أجر له إيه له أجر قال إصابة وإن لم تكن إصابة هتكون الأخرى إيه اجتهاد اجتهاد رام صوبا يعني قصد الصوب هنا المطر والمحل الجد معنى رام صوبا فأمحل قصد مطرا فما بقىش فيه مطر فبقى أصبح إيه محل ثم قال رحمة الله عليه طبعا هنا خلي بالكم فأمحل اللي هو الانقطاع الإيه انقطاع المطر وإن كان خرق فاتدركه بفضلة من الحلم وليصلح من جاد مقولا وليصلح من جاد مقولا برضو عبر هناك قال وسامح نسيجه المسألة المتعلقة بالنسيج حيبقى إيه العبل في النسيج إيه العبل في الأقلشة الخرق خلاص وإن كان خرق فاتدركه بفضلة من الحلم وليصلح من جاد مقولا أي وإن وجد خرق في نسيجه فتداركه أنت يعني القارئ الذي يقرأ هذه القصيدة أي تلافه أي تلافه بفضلة بفضلة أي برفق وإناه وليصلح هذا الخرق من من جاد مقولا المقول اللي هو اللسان هذا ما عنك مقول مقول الواحد اللي هو اللسانه وليصلح من يحسن العبارات خلاص وليصلح من جاد مقولا ثم انتقل إلى توجهات أخرى توجهات عامة نصح قال وقل صادقا لو لا الوآم وروحه لطاح الأنام الكل في الخلف والقلة هذا البيت مظم في عبارة مشهورة عند المتقدمين لو لا الوآم لهلك الأنام العبارة هكذا لو لا الوآم لهلك الأنام قال وقل صادقا لو لا الوآم وروحه هو أضاف إلى إلى هذه العبارة روح الوآم قال لطاح الأنام الكل في الخلف والقلة إيه القلة ما ودعك ربك وما قال إيه القلة البغض والقطيعة والكر قال ولولا الوآم وروح الوآم لطاح الأنام الكل في الخلف والقلة الأنام دي قيل يعني مع الأنام قيل الإنس وقيل الإنس والجن وقيل كل ما له إيه كل ما له روح يعتبر من الإيه من الأنام قال قال أبو شامة رحمة الله عليه وزاد الشاطبي قوله وروحه لأن هي العبارة إيه قلنا نظم هذا البيت في المقولة المشهورة لو للوآم لهلك الأنام قال أبو شامة رحمة الله عليه وزاد الشاطبي قوله وروحه أي روح الوآم تنبيها على ما في الوآم من مصلحة الدين والدنيا وفي الحديث لا تختلف فتختلف قلوبكم ثم قال رحمة الله عليه وعش سالما صدرا وعن غيبة فغب تحضر حضار القدس أنقام والسلاء وعش سالما صدرا وعن غيبة فغب القصد بالغيبة هنا يعني غيب عن مواضع الغيبة غيبة فإن لم تغيب بجسدك فغيب بقلبك ولسانك يعني لا تحضر الأماكن أو المواطن التي يكون فيها ايه اغتياب فلما هن هتغيب عن مواطن الغيبة تحضر هذه عكس الغيب الحضور عكس الغيب فلما هتغيب عن مواطن الغيبة هتحضر حضار القدس حضار القدس اللي هي الجنة حضيرة القدس هي هي الجنة والقدس الطهارة يعني تكون في الجنة طاهرا نقيا قال العلماء حضيرة القدس الجنة والقدس الطهارة وقيل موطن في السماء فيه ارواح المؤمنين القدس قيل الطهارة وقيل موطن في السماء فيه ارواح المؤمنين وهذا موجود عند كل الشراح لهذه القصيدة امقى مغسلة يعني هتكون نقيا من الذنوب مغسلا منها يعني اذا غبت عن مواطن الغيبة هتحضر فين عند ربك سبحانه وتعالى في الجنة وعش سالما صدرا سالما صدرا من كل خلق رديد وعن غيبة فغب طيب ليه هو اختار من كل عيوب البشر الغيبة خاصة قال ابو شامة رحمة الله عليه وانما اعتنى بذكر الغيبة من بين الاخلاق المذمومة لغلبتها على اهل العلم نسأل الله ان يعافين وإياكم لغلبتها على اهل العلم ومنه ومن هذا المعنى قيل الغيبة فاكهة القراء وقال بشر ابن الحارف هلك القراء في هاتين هلك القراء في هاتين في هاتين الخصلتين الغيبة الغيبة والعجب الغيبة والعجب نسأل الله العافلة وعسا لمن صدرا وعن غيبة فغب تحضر حضار القدس أنقى مغسلا تقريبا تقريبا الشيطان يأس مع حفاظ القرآن الكريم في أن يثني هذه العزيمة عن الحفظ فدخل عليهم بطريقة أخرى لكي يفسد عليهم ما أنعم الله عليهم به وهي نعمة حفظ القرآن الكريم ثم قال رحمة الله عليه وهذا زمان الصبر من لك باللتي وهذا زمان الصبر وهذا ده هو اللي بيقول ده هو اللي توف سنة كام خمسمائة وتسعين يقول وهذا زمان الصبر من لك باللتي كقبض على جمر فتنجو من البلى قال غالب الشراح نظم هذا البيت في ما روى أبو ثعلبة القشني عنه عليه السلام اتمروا بالمعروف اتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوا متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع العوام ما فإن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمر للعامل فيهن أجر خمسين منكم يعملون مثل عملكم هذا الحديث رواه أبو داود وابن ماجا والبيهق وغيرهم يبهن الشيخ نظم هذا البيت فيه الشاهد هنا أياما الصبر فيهن طيب وحديث آخر عن أنس رضي الله عنه يأتي على الناس زمان الصابر منهن على دينه كالقابض على الجمر وحديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم إن من بعد أياما إن من بعد أيام الصبر إن من بعد أيام الصبر المتمسك فيهن بمثل ما أنتم عليه له كأجر خمسين عاملا يبقى الإمام نظم هذا البيت في معاني هذه الأحاديث قال وهذا زمان الصبر من لك بالتي كقبض على جمر فتنجو من البلى يريد يقصد الإمام رحمة الله عليه أن أن الناس تغير وفسد وساءت مقاصدهم وكثر نفاقهم ده الكلام ده عنده فقل من يوثق به منهم أو من يسلم الناس من أذاء طب عرفنا الأولانية وهذا زمان الصبر طيب من لك بالتي كقبض على جمر ألو من لك بالتي جملة استفهامية تستعمل فيما يستبعد وقوعه مع أولى تخطي بالك ها من يسمح لك المقصد مقصد الكلام من يسمح لك بحصول الحالة التي هي كقبض على جمر طب وحصولها ايه حصول هذه الحالة القيام بأوامر المولى تبارك وتعالى وهذا زمان الصبر من لك بالتي كقبض على جمر ده هو اللي يوصل لهذه الحالة يبقى الايه كالقابض على جمر يبقى هو إذا وصل إلى هذه الحالة يبقى حصول هذه الحالة من لك بكذا وهذا زمان الصبر من لك بالتي كقبض على جمر فتنجو فتنجو من البلا ولو أن عينا ساعدت لتوكفت سحائبها بالدمع ديما وهطلا أي لو ساعدت عين صاحبها لكثرة بكاؤها لتوكفت التوكف اللي هو توكفت قطرت توكفت السحب قطرت وتصببت وسالت هذه معنية توكفت ولو أن عينا ساعدت على البكاء مش هينقطع ديما لتوكفت سحائبها بالدمع ديما دائما معنى ديما هنا يعني دائما الحاجات اللي هي البسيطة اللي زي كده ممكن اللي هي تكتب فوق منها يعني ديما ديها تكتب فوق منها ايه معناها عشان بسمت ايه ما يبقاش يصعب عليك الكلام ولو أن عينا ساعدت على البكاء ساعدت على البكاء من اين البكاء من التقصير في الطاعة الانسان بيبكي انه مقصر في الطاعة لو ساعدت العين لتصببت الدموع مش كده ولا ايه دائما وهطل هطل اللي بيسمونه تتابع المطر يعني ما هوش المطر ايه احيانا نقولك المطر ينزل مرة واحدة ويريح الناس انما في المطر اللي هو ايه القصة اللي يفضل على طول لا هو منقطع ولا هو صب مرة واحدة يبقى هطل الهطل اللي هو ايه تتابع الايه تتابع المطر ولو ان عينا ولو ان عينا ساعدت ساعدت على البكاء لتوكفت لم يتوقف تصببت سحائبها بالدمع ديما وهطل طب ليه ما عملتش كده ولكنها عن قسوة القلب قحتها وشوف التشبيه هنا قحت يبقى فيه مطر ما فيش مطر يبقى فيه قحت ولكنها عن قسوة القلب قحتها فيا ضيعة الأعمار تمشي سبهللة اي لم ينقطع الدمع الا بسبب قسوة القلب وعنه صلى الله عليه وسلم قال لا يلد النار رجل بكى من خشية الله من خشية الله تعالى وبرض في هذا المعنى اربعة من الشقاء اربعة من الشقاء جمود العين وقساء القلب وطول الامل والحرص على الدنيا رواه البزار هذا الحديث ايضا اربعة من الشقاء جمود العين وقساء القلب وطول الامل والحرص على الدنيا ده المسألة مسألة الانسان اللي عنده عواطف ده موضوع مش بيد الانسان ده في واحد ابوه ابنه ده ده العين لا لا تدمع ولكنها عن قسوة القلب قحطها فيا ضيعة الاعمار تمشي سبهللة يعني هي ضيعة الاعمار يا قوم احذروا ضياع الايه ضياع العم احذروا ضياع الاعمار سبهلل حتف الفارق سبهلل هذه اللي هي الايه الفراغ او الشيء الغير محمود تمشي فراغا او تمشي غير ايه غير محمودة يبقى ايه تمشي سبهللة فيا ضيعة الاعمار تمشي ايه فراغا دون تحسين تحسين ثم قال رحمة الله عليه بنفسي من استهدى الى الله وحده وكان له القرآن شربا ومغسلا بنفسي يعني اثدي بنفسي اثدي بنفسي من طلب الهداية اي من سلك الطريق المستقيم الموصل الى الله تعالى وكان له القرآن شربا ومغسلا وكان له القرآن شربا ومغسلا اي اذا اقتسم الناس حظوظهم يوم القيامة يكون حظه وايه القرآن فيكون له ايه يكون له ايه يكون حظ القرآن شربا يرتوي به ومغسلا يتطهر به من الايه من الذنوب يعني اذا اقتسم بنفسي من استهدى من استهدى بنفسي اي افتدي بنفسي من ايه من عرف طريق الهداية الى الله وحده وكان حظه بين الخلائق القرآن وكان له القرآن شربا ومغسلا وطابت عليه ارضه فتفتقت بكل عبير حين اصبح مخضلا طابت حتوبة معطوفة عليه وطابت على من استهدى مش كده ولا على من استهدى خلاص طيب وعليه هنا وطابت عليه لا طابت له طابت له وطابت له ارضه وطابت له ارضه على باتفاق الشراح على عليه هنا تبقى ايه عمل تحلت محل ايه له خلاص اي طابت له الارض التي تحمله طابت له الارض التي تحمله لما عنده من الانشراح بسبب ايه صلاح الحال مع الله تعالى فتفتقت الوذي كناية عن ايه عن ثناء اهلها عليه واغتباطهم به او ان الارض زكت وكثر خيرها بسبب هذا المستهدي والعبير اللي هو الايه العبير ايه احب العبير الزعفران العبير هو ايه الزعفران وطابت عليه ارضه فتفتقت تفجرت بالرائحة الايه بالرائحة الطيبة بكل عبير حين اصبح مخضلا مبتلا الاخضال هنا الايه ابتلا فطوبى له والشوق يبعث همه وزند الاسى يهتاج في القلب مشعلة طوبى هنا ديه فطوبى له خبر او ايه او دعاء خبر او دعاء الايه العيش الطيب له في هذه الحالة اللي هي حالة ايه طابت عليه ارضه ما اطيب عيشه حين يبعث الشوق همه والهم الارادة ارادة الخير والخوف من التغير لانه هم ايه خايف من العاقبة ويطلب الثبات على الايه على الطاعة فطوبى له والشوق يبعث همه وزند الاسى يهتاج في القلب مشعلة عارفين ايه الزند ها لا مش الزند ده حد يقول الزند الزند اللي في القديم كانوا عشان يشعلوا النار يعملوا ايه فيه زند وزند حجرين كده الحجر اللي تمسكوا كده تك تكي ضرب به يعمل ايه ده اسمه الايه الزند واللي تحت دي اسمها الايه الزند تضرب كده يشعل ايه يشعل النار هذا ايه وزند الاسى الاسى الحزن الاسى هنا الحزن اي الشوق الى ثواب الله والاسى الحزن الحزن ويهتاج في القلب يهتاج يعني يثور يثور الاسى الحزن على ما فات من التقصير او الخوف مما يأتي يهتاج في القلب ايه مشعلة سبب الحزن المشتعل التأسف على ما ضاع من العمر وعلى ما هو هات فطوبى له والشوق يبعث همه والشوق الى الطاعة يبعث دائما مخله ايه خايف يبعث همه وزند الاسى يهتاج في القلب مشعلة هو المجتب هو المجتبى يغدو على الناس كلهم قريبا غريبا مستمالا مؤملا هو يقصد مين يقصد هذا الشخص اللي عمل يوصف به اللي خايف اللي يطلب الثبات على الطاعة واللي كذا واللي اللي هو من استهدى الى الله ايه وحده وكان له القرآن شربا ومغصلا هو المجتبى هو المجتبى يغدو على الناس كلهم قريبا منهم منهم غريبا عن اهل الدنيا مستمالا الناس كلها بتحبه مؤملا مؤملا فيه دا الكلام كده اجمالا قالوا معنى يغدو قالوا فا معنين قالوا يغدو انها من غدا يغدو اذا مر دا المعنى الاول اي يمر بالناس بالصفات الاتية اي غير مزاحم لهم على دنيا يبقى دا معنى ايه يغدو على الناس كلهم يعني يمر على الناس زاهد فيما ايه في ايديهم وزاهد في الدنيا طب دا الاول 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 غدا من معنى ايه غدا يعني ايه يمر طب الثاني قالوا انها من غدا بمعنى صارى التي من اخوات كان كان وعلى الناس هيبقى في الحالة دي ايه خبرها اي رفع الله تعالى منزلته على الناس وقريبا وما بعدها هتعتبر ايه اخبارا لها ايضا او احوال وده قاله ايه ابو شام هذا الكلام قاله ابو شام طيب قريبا المعاني واحدة واحدة احنا عندنا اربع حاجات هنا هو المجتبأ يغدو على الناس كلهم اول حاجة ايه قريبا وبعدين ايه غريبا وبعدين ايه مستمالا وبعدين ايه مؤملا خدوهم واحدة واحدة قريبا متواضع متواضع او قريب من الله من الله تعالى قرب ايه قرب الرحمة والطاعة ادي معنى ايه قريبا يعني ما قريبا دي تبقى متواضع او ايه قريب من طاعة ايه طاعة الله طيب غريبا غريبا لقلة اشكاله في التمسك بالحق لانه كالقابض على ايه كالقابض على الجمر بالسبق انه قابض على الجمر ما هو اللي هيب قابض على الجمر هو دل ايه غريب غريب في شكله ماشي كالقابض على الجمر ادي معنى ايه غريب غريب لايه هيب غريب لقلة اشكاله في الوجود. طيب. مستمالا. دايما الناس الصالحين بتلاقي كل الناس بتحبه. لان هو الصالحين ذلك زاهدين في ايه? في ما في ايد. انه زاهدين في الدنيا كلها. فالناس تحب اول ما يطلبش منه. تمنتبين معي? يعني دايما ايه? ما هو ايه? ازهد في ايد الناس ايه? يحبك الايه? الناس. الناس يحبوك عشان كده. فهو ده تلاقيه دايما الكل بقى رايح يشكيله والكل بيطلب منه يبقى ايه? ادي معنى مستمالا. خلاص? يطلب منه من يعرف حاله الميل اليه والاقبال عليه. طب مؤملا. اه ظنها تبقى واضح عليكم جميعا. انسان بيأمنه في يعني ادعي لنا. انت انسان لما بتلاقيه بتتوسن في انسان خير. دايما تطلب منه الايه? الدعاء. ادعو ليه. خلاص? يبقى مؤمل عند نزول الشدائد بدعواته وبركته. يبقى انسان بركة هذا الشخص انت بتتأمل فيه فتطلب منه الدعاء. يبقى دي معرفنا ايه? قريبا يبقى هو المجتبى. اللي هو الشخص اللي سبقت اوصافه. يغدو على الناس كلهم. هاي اما دخل لا يمر. او صار. معي? قريبا غريبا مستمالا مؤملا. ثم قال رحمة الله عليه. يعد جميع الناس مولا لانهم على ما قضاه الله يجرون افعلا. يعدو. الضمير اللي المخفي هنا عيد على مين? عليه هو برضو. يعد جميع الناس. مش متحسن فيه ضمير هنا ولا ايه? ولا مش حسين بهيه. ها? طيب. يعد جميع الناس. يعد هو جميع الناس مولا. يعتقد. ويحسب. يعني معنى يعد يعتقد. طيب. قالوا العلماء وافرد مولا. ده هو يقول لك يعد جميع الناس مولا. قال لك افرد مولا. مولا. قالوا حملا على لفظ ايه? جميع. افرد مولا. ما هو ايه? يعد جميع الناس مفروض الكلام يستقيم ايه? موادي. انه قال لك مولا. مولا. خلاص? قالوا حملا على ايه? على جميع. ودي لها شاهد في القرآن الكريم. نحن جميع منتصر. مش كده? نحن جميع منتصر لها شاهد في كلام المولا تبارك وتعالى. طيب. يعد دية برضو لها ايه? فيها معنى ايه? احنا عرفنا الاول يعد يعتقد. يعد يعتقد او يحسن. طيب. مولا دية. قالوا الشراح يعد كل واحد منهم عند الله. انتبه. عند الله مأمورا مقهورا. فلا يرجوهم ولا يخافهم. ولا يرى لهم نفعا ولا ولا ضرا. لان امورهم تجري على سابق القضاء والقدر. لان اقول لك ايه? يعد جميع الناس مولا لانهم على ما قضاه الله يجرون افعولا. يعني انا مش هخاف منك. اعمل فيها اللي انت هتعمله. لان اللي انت هتعمله هو اللي سابق في قضاء الله سبحانه وتعالى. يبقى المعنى الاول. المعنى الاول. اعتقد ان كل. اعيد الكلام تاني. اعتقد يعد. احنا قلنا يعد يعتقد. يعد كل واحد منهم من الناس. عند الله مأمورا مقهورا فلا يرجوهم ولا يخافهم ولا يرى لهم نفعا ولا ضرا. لان امورهم تجري على سابق القضاء والقدر. ده المعنى الاول. والمعنى ده جميل جدا. مش كده قال ليه? طيب المعنى الثاني. يعد جميع الناس مولا. انت دايما بتقول لي فلانا? يا مولانا. بتقصد بها ايه? بتقول لي يا عبدي. سيدي. خلاص? مولانا? مولانا اسياد. سيدنا. مش كده ادي معنى ايه? مولانا. يبقى هنا ايه ثانيا مولا. اي اسيادا يعتقد ان كل النس ايه? اسياد. اسياد. فلا يحتقر احدا منهم. بل يتواضع لكبيرهم وصغيرهم لجواز ان يكون خيرا منه. فان النظر الى الخاتمة. النظر الى الخاتمة. يبقى عندنا ايه? هذا الشخص اللي هو وصف بالاوصاف السابقة يعتقد ان جميع الناس مولا. اما مولا لا لا نفع له ولا ضر. واما مولا يعتقدهم ايه? يعتقدهم اسياد. وصلت يا حبة? طيب. يرى نفسه بالذنب اولى لانها على المجد لم تلعق من الصبر والالا. لا يشغل نفسه بعيب الناس وذنبهم ويرى يرى ايه? يرى ذنبه لنفسه اولا. يرى ذنبه لنفسه اولا من ذنب الناس او يرى نفسه مقصرة بالنسبة الى غيرها مما سبقه فيذنبها. يبقى هو حاجة من اتنين. اما اني ما يشغلش نفسه بعيوب الناس. لا يشغل نفسه بايه? بعيوبه. او بيذنب نفسه على جوانب الايه? التقصير قياسا على الايه? على الصالحين من الايه? من السابقين. فيذنبها. طيب يرى نفسه بالذنب اولا. لانها على المجد. اي على تحسيل الشرف. على تحسيل الشرف. هنا فيه على المجد لم تلعق من الصبر والألم. الصبر دي طبعا الاول اعرفه فيها تلات لغات. الصبر والصبر والصابير. يبقى ايه? الصبر. الصبر والصبر والايه? والصبر. وقاله اضعف لغة في التلاتة تتوقع ايه? لا الصبر. تصوروا. الصبر. اضعف لغة في التلاتة. الصبر. اصلي هو دلوقتي الكلام عن حاجة الصبر ده الحاجة المرة. احنا دلوقتي بنتكلم عن حاجة مرة. وطبعا عندنا ايه? الفلاحين مننا من اللي قاعدين يعرفوا شجر الايه? شجر الصبر ده. الصبر اللي هو بيسموه الصبار. واللي هو ايه? لما كانوا عيال صغيرين يفطنوا العيل يجيبوا يحطوا منه في ثدي امه عشان الولد بخلاص ما يجيش تحيطها ايه? تاني. وأنا ممن فطمت بهذه الطريقة وأذكر يوم فطامي حد يتخيل حد يتخيل حد فيكم يفتكر نفسه لما تفطم أنا فاكر نفسي لما تفطم لأن حطولي كده ده على ثدي أمي فأول ما قربت استفراغت البتاعة ده جديد جدا أنت لما تفتحها كده والعياذ بالله الريحة بس تخليك تستفرغ فأنا أول ما قربت كده حسيت رحت عملتي جتجايب درق مية وجتجايب عن دم كده وقعدت تغسل لها صدرها وما اتفطمتش إلا عن قناعة يبقى الصبر ده الاسم الاسم الايه اسم الشيء المر قال يرى نفسه بالذن أولى لأنها على المجد أي على الوصول إلى كمال الشرف والدرجات العلى لم تلعق من الصبر والآلة طبيعي الآلان نشوف كلام الإمام السخاوي رحمة الله عليه قال علم الدين السخاوي ولو قال هو بيعترض على شيخه ما السخاوي تلميذ تلميذ الإمام الشاطبي قال أصلي تلعق من الصبر الآلة الآلة ده الآلة ده فالتعبير هنا طب أنا دلوقتي ممكن الحاجة السيلة دي ألعق منها الصبر ممكن يتلعق طب التاني يتلعق ينفع يتلعق ما ينفعش يتلعق فالشيخ قال إيه رحمة الله عليه ولو قال لم تصبر على الصبر والآلة مش لم تلعق من الصبر والآلة قال ولو قال لم تصبر على الصبر والآلة لكان أحسن لأن الآلة لا يلعق الآلة لا يلعق وهو نبت يشبه الشيحة رائحة وطعما وبرضو الفلاحين اللي موجودين من هنا يعرفوا الشيح ده عادة كانوا يجيبوا الشيح ده عشان عشان التعاب يحطوه في المكان المكان اللي يتحط فيه الشيح ده لا يدخله الثعبان وبعدين هم كانوا يحطوه يجيبوا يجيبوا خرقة كده مش يحطوه يعني يتبدروه كده لا ده هو يتحط بس يتلف في خلق كده ويتحط تنبعث منه رائحة تطرد التعابين المكان اللي كانوا بيخافوا من التعابين من الفلاحين يقولك حط شيح في المكان وكانوا بيسؤول للناس اللي هم عندهم أمراض في بطونهم وكذا وكذا يبقى هو قال لك وهو نبت يشبه الشيحة رائحة وطعما ولا يستعظم لعقه وإنما يستعظم الصبر عليه مع عدم ونت فيه معي يعني قضية اللعق ما هيش هي المشكلة المشكلة في المشكلة في الطعم وقوله من الصبر أي من مثل الصبر وواحدة الألاء ألاءة الألاء إحنا عرفنا الألاء الآن الألاء اللي هو الشيح الألاء اللي هو الشيح طيب الواحدة الواحدة منه الألاء طيب الواحدة منه تبقى ألاء قال أبو شامة في توجيه هذا الكلام يعني لم تلعق من الصبر والألة هيبقى قالك ده من باب إيه مع شل اللي بيتكلمه قالك من باب إيه متقلدا سيفا ورمحا هو السب تقلت يبقى ده من باب ده وحاجة قالك إيه وعلفتها تبنا وماء وعلفتها تبنا وماء هو المائب تتعرف يبقى إيه وعلفتها تبنا يبقى كلام الشيخ رحمة الله عليه ولم تلعق من الصبر والألة يبقى رد كل واحدة هنا ده كلام إيه أبو شامة قال أي لم تلعق من الصبر لم تلعق من الصبر ولم تأكل من الألة أي لم يتناول الأشياء المرة لعقا مما يلعق وأكلا مما إيه مما يؤكل وبرضو أبو شامة لهتا يعني تعالي قال ولو قال ولم تطعم ولم تطعم من الصبر والألة لجمع إيه لجمع الأمرين طبعا هناك العالم الدين السخاوي قال إيه لم تصبر على الصبر والألة هنا قال إيه لم تطعم من الإيه من الصبر والألة لجمع بين الإيه بين الإيه في هنا لمحة نعم لا ده لسه جاء نبيت تاني طيب يرى نفسه بالذنب أولى لأنها على المجد لم تلعق من الصبر والألة يعني إيه اللي فهمتو من الكلام ده إنها على الوصول إلى المجد لم تتحمل المشقة أدي معنة إيه لم تلعق من الإيه من الصبر والألة ثم قال رحمة الله عليه وقد قيل كنك الكلب يقصيه أهله وما يأتلي في نصحهم متبذلا قال الشراح نظم الإمام الشاطبي هذا البيت ده هو بيقولك وقد قيل كنك الكلب كنك الكلب ده أخس الحيوانات وأنجسها قال نظم هذا البيت في قول مأثور عن أبي عبد الله ابن منبه قال أوصى راهب رجلا أوصى راهب من الرهبان رجلا فقال انصح لله حتى تكون كنصح الكلب لأهله فإنهم يجوعونه ويضربونه ويأبى إلا أن يحيط بهم نصحا يعني إيه الكلام ده يا حبة يعني هو طبعا نظم في هذا القول المأثور هذا البيت في هذا القول المأثور هذا الحيوان اللي هو أخس الحيوانات أفضل صفة في هذا الحيوان صفة الـ الوفاء دائما يعني تضربه وهو يبقى جنب منك يجيلك ويهز دينه وحوالين منك وحتى فيه بيت كأنك كالكلب كأنك كالكلب في الوفاء بالعهد وكالتيس في قروع الخطوبي ده واحد وصف ده وصف الأمير وصف الملك ده ويف جي كده قدام منه بيقوله كأنك كالكلب في الوفاء بالإيه ارجعوا لهذا البت ده احنا درسناه يا أولاد انتم بتسترقرب له ليه أنا فاكر مرة علينا مش فاكر في الإعداد ولا في الثنو كأنك كالكلب في الوفاء بالعهد وكالتيس في قروع الخطوبي يعني شبهه في الوفاء بالكلب وفي الجد والمحاربة بالإيه بالتيس عارفين التيس يعني عند المناطحة في قروع الخطوبي وقد قيل كنك الكلب أي لا تترك نصح الناس المعنى الإجمالي من هذا البيت لا تترك لا تترك نصح الناس وإن أذوك كما لم يترك الكلب نصح أهله أو لا تقصر في طاعة الله ده معنى الأولاني معنى أو لا تقصر في طاعة الله وإن امتحنك ببلاء أو مرض كما لم يقصر الكلب في خدمة في خدمة أهله وقال العلماء نبه المخاطبين بالصفة المحمودة في أخص الحيوانات وهي خدمة خدمة أهله حتى بيجوعوه حتى ده خلي بالك ده الكلب بيشم رائحتك ولو بعد عشرين سنة لو أنت في مرة حتى الكلاب اللي تصل إلى كلاب مسعورة خلي بالكم الموضوع ده غريب جدا فيه كلاب بتوصل اللي كانوا بيقتلوها زمان في الحواري عندنا الكلاب المسعورة دي لو واحد في يوم من الآيام أعطى كلب من الكلب اللي وصل إنه مسعور لما يجي عندنا يعضوا شعور يعض أي إنسان إنما لا يعض يعني كما رأينا في أريافنا يأتلي هي دي العبارة يعني يأتلي طبعا يقصر ماذا كده ولا يأتلي وما يأتلي يعني لا يقصر في نصحهم متبذلة بذل جميع الوسع كل ما عنده والاسترسال في هذا في هذا البذل يأتلي إحنا عندنا في قول المولى تبارك وتعالى ولا يأتلي طب هل دية زي دية لأن هنا ممكن قال العلماء يأتلي يفتعل يأتلي يفتعل من ألا ألا في الأمر يألو ألا في الأمر يألو أي يقصر يقصر ومنه لا يألونكم خبالا من هذا المعنى من يأتلي اللي معانا دية لا يألونكم خبالا معنى هي دية دا ما بيأصروش بيبذلوا كل الجهد فيني يشوشوا على الحروب لأن دي نزلت في سورة فين الأول الآية دية لا يألونكم خبالا فين يا حفاظ لا يألونكم خبالا خلاص لا يقصرون في بث الفتنة بين المؤمنين يبقى يأتلي اللي هنا دية منها لا يألونكم قالوا وأما قوله ولا يأتلي أولو الفضل فهو أيضا يفتعل ولكن من الألية من الألية وهو الحلف اللي في سورة الإيه في سورة النور ولا يأتلي يعني ولا يحلف ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعب ثم قال رحمة الله عليه لعل إله العرش يا إخوتي يقي جماعتنا كل المكاره هو ولا نسأل المولى تبارك وتعالى أن يقين وإياكم وأن يستجيب لدعوة هذا العالم الجليل لعل الله تعالى يقين انقبلنا هذه الوصايا التي سبق ذكرها وعملنا بها يقينيه جميع مكاره الدنيا والآخرة هو ولا هو لديا ده جمع مش كده جمع جمع هائل يقال هالني الأمر يهولني هولا أي أفزعني فهو هائل هائل أي مفزع خلاص لعل إله العرش يا إخوتي يقي جماعتنا كل المكاره هولا اللهم قنا كل المكاره يا رب ثم قال رحمة الله عليه ويجعلنا ممن يكون كتابه شفيعا لهم إذ ما نسوه فيمحلا ويجعلنا ممن يكون كتابه شفيعا لهم أي ولا يجعلنا من الذين تهاونوا بكتاب الله فيشكوهم إلى الله تبارك وتعالى طب يمحلا سب إذا ما نسوه إذ ما نسوه لأن فيها كلام ومن أراد التوسع في هذه العبارة خاصة إذ إذ يرجع إلى كلام السمين الحلبي أو أبو شام تكلم فيها بتوسع ولكن خلينا يمحل فيمحل محل به وشبه المحل محل به وشبه يعني سعى به إلى السلطان وبلغ وبلغ أقواله القبيحة يعني ناء الكلام أدي معنة المحل ولذلك في الحديث الذي سبق وقلنا في أول المقدمة القرآن شافع مشفع وماحل مصدق القرآن شافع مشفع وماحل مصدق من شفع له القرآن يوم القيامة نجا ومن محل به القرآن يوم القيامة كبه الله في النار على وجهه يبقى معنة من